السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا كلكم بخير النهاردة هعمل معاكم الزبادي في البيت طريقة بسيطة جدا وسهلة وسريعة وان شاء الله هتعجبك حاجة كده مضمونة عاملينها بأدينا في البيت نروح مع بعض علشان نجهزه معايا هنا كيلو من اللبن التازة هنجيب كيلو لبن تازة وهنغليه على النار وهندفع عليه وهنسيبه لحد ما يبقى دافي معانا مش عايزينه سخن ولا عايزينه بارد عايزين اللبن بتاعنا يكون دافي معانا كمان علبة من الزبادي البلدي لو حاب تجيب زبادي الشركات مفيش مشكلة بس لو هجيب زبادي بلدي تكون يضمنا المكان اللي انت هجيبيها منه انا عايزة اوريك اللبن بتاعي عامل ازاي ما شاء الله لبن جميل جدا ده اللبن اللي تقدر تعمل بالزبادي وتاخدي منه طعم حل هنجيب الزبادي بتاعنا وهنضربه بالمعلقة احنا عايزين الزبادي بتاعنا يكون زي الكريمة وبعد كده هنضيفه على اللبن اللبن بتاعنا يكون دافي زي ما قلنا يعني تلمس اللبن بأديكي تقدر تستحملي السخنية بتاعته مش عايزينه سائع ولا عايزينه سخن اللبن يكون دافي زي دمعة العين بالزبط فيه ناس بتضرب الزبادي بالشكل ده كده وبعد كده تضيفه على اللبن وتقلبه وبعد كده تحطه في الكبيات بس انا مش بفضل الطريقة دي انا بفضل ان انا احط الزبادي بتاعي على اللبن وبعد كده اضربه في الخلاط لما تضربيه في الخلاط هيديك نتيجة افضل وهتشوفي معي النتيجة هتبقى عاملة ازاي هنجيب الشفشق بتاع الخلاط هنحط فيه علبة من الزبادي اللي احنا ضربناه مع بعض وهنضيف عليها اللبن المتوعة طبعا completeلبة الزبادي دي فيها خميرة تكفي لعمل الكمية اللي معانا بتاعت اللبن كباية الزبادي اللي جايبينها من برا فيها كمية خميرة كبيرة جدا هتقدر تخمر لنا كبايات الزبادي اللي احنا هنعمله ضربنا الخلط بتاعنا في الخلاط ضربتين كده هيوريكي الوش اللي انا بتكلم عليه شايفين طبعا لو كنا عملنا بأدينا ما كانش هيعمل معايا كده خالص انا هوريكي اهو شايفين عامل ازاي زاي الكريمة بالزبط ده لما هتحطيه في الكبايات هيعمل معاكي وش جميل جدا للزبادي وكمان هيدي لها طعم حال عندنا كبايات صغيرة بالشكل ده كده مقاس كبايات الزبادي اللي بتجي بيها من برة وهنبتدي اني نزل فيها الخليط بتعم طبعا الزبادي اللي بنجيبه من برة بتبقى كمية قليلة جدا في العلبة وكمان العلبة سعرها عالي زي ما احنا عارفين لكن كيلو اللبن بتاعنا هيدينا كمية كبيرة جدا من الزبادي وكمان لبن من غير اي اضافات عليه للبن بودرة ولا مية ولا اي حاجة تانية يعني كبايات الزبادي هتاكليها كأنك بتاكلي بسربي كبايات لبن بالزبط حاجة مضمونة عاملينها في البيت ان شاء الله تجربي الزبادي بتاعنا وتقولولي رأيك في التعليقات شايفيني الكمية اللي معانا قد ايه ما شاء الله هتبقى جميلة جدا وهنحط الكبايات دي في الصينية يكون الطرف بتاعها عريض عالي زي ما انت شايفة كده علشان لسه هنضيف مية سخنة في الصينية فعايزين صينية يكون طرفها عالي عريض بالشكل ده كده مقاس كباية بتاعت الزبادي هنجيب بقى كباية مية سخنة وهنحطها في الصينية كباية مية سخنة في الصينية وخلي بالك ما توقعيش مية في الكبايات بتاعتي هنغطى الصينية بتاعت الزبادي وهنسبها في الفرن بتاعي البتجاز يعني انا عملها بالليل هسيبها لحد الصبح وبعد كده هورها لك شايفين النتيجة عاملة معي ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا متماسك في الكبايات بتاعتي مش سايب ولا حاجة وما يعليهوش اي مية خالص من فوق علبة الزبادي كلها متماسكة عاملة زي الكريمة بالضبط ما شاء الله عليها وكمان عليها وش جميل جدا من الرغوة اللي الخلاط عملها لنا في اللبن اهي يارب بس الصورة تكون واضحة وكمان اللبن متماسك زي ما شفتي وطعمه ما شاء الله عليها جميل جدا اعمليه في البيت بالكمية دية تسيبها في التلاجة ان شاء الله تستفادي منها بألفة هانا وشفة على قلبك يا رب تكونوا استفدتم وتستنوني في فيديو جديد